لم تبصر المملكة الليبية النور جيداً حتى جرفها سيل انقلاب عسكري عام 1969 قاده مجموعة من الضباط الصغار سموا أنفسهم بالضباط الأحرار على غرار حركة مصر في يوليو 1952 رفع الانقلاب الجديد شعارات أدت إلى التفاف الشعب حوله كإجلاء الوجود الأجنبي وطرد المستوطنين الطليان الذين أذاقوا الليبيين مرارة الذل والاستعباد قرر مجلس قيادة الانقلاب تكليف لجنة لتعديل القوانين الليبية حسب الشريعة الإسلامية ولم يتنعم الليبيون بحلو هذا الانقلاب حتى أظهر لهم نواياه المبطنة وما فتأت جرائمه تبرز للعيان فبدأ الجذاف في تصفية مجلس قيادة الانقلاب وأعلن في مدينة زوار تغييب القانون والدولة وإعلان سلطة الشعب في عام 1977 ليبدأ فصل مسرحي جديد سالت فيه الدموع دماً بسبب جرائمه ولم يشهد العالم له مثيلة فاقتحمت الجامعات وصفيت طلبة في الحرم الجامعي وساحات الملعب وبثت مشاهد المشانق على الهواء مباشرة لتكون رفيقاً لمائدة الإفطار في رمضان وأغلقت مراكز التعليم وانهار التعليم وافتتحت السجون وألغيت التجارة وشاع زوار الفجر ودخل الجيش في حروب لا طائلة منها فيتشاد وأوغندا دمرت الشباب ونشرت الفقر والحرمان ولم يكتفي القذاف بذلك بل طالت يداه حتى المعارضين في الخارج واستمرت جرائمه إلى أن استلم أبناؤه بعد كبر سنه دفة القيادة في سلسلة الجرائم البشعة التي لم يعرف التاريخ مثلها يوما اخترقت الرياضة وقتل المشجعون واللاعبون على حد سوى وصار معيار الوظائف والمراكز تزكية الليجان التورية التي قامت على شعار صفيهم بالدم سيروا لا تهتم لكن فبراير التي اندلعت في 2011 كانت نهاية الفصل الدام الذي استمر 42 عاما وحملها الكثيرون من أنصار سبتمبر العديد مما لا تحتمله فتارة قالوا بأنها أنهت الجيش وشرعت الميليشيات ونسوا أن أبناء الجذافي قسموا الجيش بينهم لكتائب أمنية وضيفتها حماية القائد فقط وتارة قالوا إنها رفعت الأسعار ونسوا أن فاتح سبتمبر ألغى التجارة وألغى الملكية الخاصة وفتح الأسواق الشعبية التي كانت أشبه بمكرمة على شحة الشوارع وقالوا عن فبراير أيضا إنها رفعت سعر الدولار ونسوا أن من سرب الدولار للخارج وأنشأ له سوقا سوداء هو فاتح السبتمبر فهل نسي أنصار فاتح سبتمبر أنه قرر بالنيابة عنهم أن يعيشوا بالخبز والماء وهل نسوا أن مدخرة كانت تسحب من البنوك بحجة تغيير العملة أم أن الأمر فقط هو كره لفبراير مهما كانت أهدافها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستوي الاثنتان والأربعون سنة والستة أعوام ما لكم كيف تحكمون